نرحب بحضراتكم مرة تانية وكاعدتنا بدأت معاكم أولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر بتذكرة بأهم الأخبار والأحداث اللي حصرت مبارح ومن أهمها رئيس عبدالفتاح السيسي عقد أمس مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا وقال سياتو إن المباحثات عكست توافق الرؤى حول أهمية مصر كشريك موثوق فيه للاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات دات الاهتمام المشترك كمان مبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي بعد إعادة تشكيله وقال رئيس الوزراء إن المجلس بيعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف من بين هذه الأهداف إقرار الاستراتيجية القومية لبناء دولة رقمية متكملة ووضع السياسات الخاصة لبناء صناعة رقمية جاذبة للاستثمارات وتوفير العديد من فرص العمل أخبار كتيرة مهمة حصلت مبارح الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا وألسيته إن المباحثات تناولت تأكيد لالتزام باستكشاف سبل تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين في ضوء وجود أفاق أوسع للتعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية وعكست المباحثات توافق الرؤى حول أهمية مصر كشريك موثوق فيه للاتحاد الأوروبي ودول الأعضاء في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب ودعم تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بما يحقق المصالح المصرية الأوروبية وأكمل الرئيس السيسي تناولت المباحثات بطبيعة الحال الأوضاع في المنطقة وتحديداً الحرب في قطاع غزة وأكدت مجدداً حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء إسرائيل أعمالها العدائية ودعوت في هذا الإطار رئيس الوزراء الهولندي لبزل جهوده الصادقة في هذا الصدد باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لإنهاء الكارثة الأساسية في قطاع غزة وإنهاء مظاهر التصعيد والتوتر في مختلف أنحاء الإقليم إنبار احترأس الدكتور مصافة مدبولي رئيس الوزراء لاجتماع الأول للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي بعد إعادة تشكيله واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة الأهمية دور المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي الذي أعيد تشكيله مؤخراً في تحقيق مجموعة من الأهداف واللي من بينها إقرار الاستراتيجية القومية لبناء دولة رقمية متكملة واعتماد السياسات والإجراءات والآليات الخاصة بالتغيرات الهيكلية اللازمة لبناء مجتمع رقمي بجانب إقرار سياسات تقديم الخدمات الحكومية الرقمية والسياسات الهدفة لبناء صناعة رقمية جاذبة للاستثمارات وفرص العمل انبارح أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذه المرحلة بتشهد العديد من المؤشرات الإيجابية على رأسها عودة تحويلات المصريين بالخارج تدريجياً لمعدلتها خاصة في ظل انحسار السوق السوداء لعدم وجود فارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء وأيضاً الحملات اللي بتشنها وزارة الداخلية حالياً على المتاجرين بالعملة واللي أسفرت عن ضبط العديد من الوقائع خلال الأيام الأخيرة حسب ما أعلنت وزارة الداخلية وأضاف أن البنوك ومكاتب الصرافات بدأت في استقبال العديد من المواطنين اللي بيقوموا بتحويل الدولار والحصول على الجنيه المصري انبارح وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصفى مدبولي على تحديد سعر توريد الأمح المحلي لموسم 2024-2025 ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب الأمح 23 إراط ونصف وصرح المستشار محمد الحموصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن هذا القرار يأتي دعماً للمزارعين حيث أنه سبقت الموافقة على سعر استرشادي 1600 جنيه للأردب ولكن وفقة الحكومة على هذه الزيادة دعماً للمزارعين مصري انبارح وفي إطار ثوابت استراتيجية وزارة الداخلية الهدفة لتفعيل الدور المجتمعي والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع والتواصل الفعال بكافة المناسبات بما يسهم في تعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين قامت وزارة الداخلية بإطلاق مبادرة كلنا واحد معك في رمضان في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتجهيز عدد من وجبات الإفطار وتوزيعها على المواطنين الصائمين ممن تتطلب طبيعة عملهم التواجد خلال توقيت الإفطار ده بالإضافة للعمالة غير المنتظمة بعدد من المناطق بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة وتم إفاد عدد من ضباط قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالاشتراك مع مدريتي أمن الجيزة والقاهرة للمشاركة في الفعالية